تطورات فيروس كورونا لهذا اليوم أهلا بكم عمال مصر هم من يحملون على أكتافهم مسئولية تدوران عجلة الإنتاج بتلك العبارة أشاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعمال المصريين مدبولي الذي قام بجولة تفاقدية بعدد من المصانع والطرق الرئيسية والكبار بمدينة السادس من أكتوبر شدد أيضا على ضرورة الانتهاء من تنفيذ مشروعات البنية التحتية المختلفة التي يتم تنفيذها في المواعيد والجداول المتفق عليها ولأن صحة المرأة ودورها لا يقل أهمية عن دور عمال مصر فقد وجهت وزارة الصحة عددا من النصائح للسيدات الحوامل للوقاية من فيروس كورونا المستجد أبرزها اتباع نظام غذائي صحي وأخذ قصة كاف من النوم والراحة وعدم الخروج إلا للضرورة النصيحة الأخيرة تلك هي ما ناشد بها محافظ القاهرة الواء خالد عبد العال المواطنين المرتادين على شوارع وسط المدينة مطالبا الباعة وأصحاب المحال بمنع التجمعات حرصا على سلامتهم مع إيجاد وسيلة تنظيمية لعملية البيع والشراء أما على المستوى العربي ومع استمرار أزمة كورونا للشهر الرابع على التوالي لا تزال أعداد الإصابات في تزايد مستمر فبوترة متزايدة ارتفعت أعداد الإصابات في فلسطين إلى 284 حالة بعد تسجيل عشر حالات إصابة جديدة اليوم لكن الأعداد في سلطنة عمان تفوق مثيلتها في فلسطين بأكثر من ثلاثة أضعاف لكن المطمئن أن السلطنة لم تسجل سوى أربع حالة وفاة فقط أما غير المطمئن بالمرة فهو وضع العمال الأجانب في قطر الذي وصفته مجلة فورين بوليسي الأمريكية بأنه خطير ومأسوي في ظل تفشي جائحة كورونا في الدوحة أما على مستوى العالم وخوفا من التعرض لتلك الأوضاع المأساوية فقد أعلنت عدد من الدول تمديد حالة الإغلاق لمنع تفشي الفيروس المستجد ففي البلد الذي يبلغ تعداد سكانه قرابة المليار ونصف المليار نسمة الهند أعلن رئيس وزرائها نريند رامودي مد حالة الإغلاق حتى مايو المقبل وعلى هذا الضرب صارت فرنسا وبريطانيا وغيرهما لكن السلطات التركية تأبى أن تسير في أي ضرب يحافظ على صحة مواطنها فرح برلمانها اليوم يصادق على قانون قدمه الحزب الحاكم سيتيح الإفراج عن النصوص وتجار المخدرات وكذلك المتهمين في جرائم جنسية بزعم التصدي لفيروس كورونا ولكن على النقيد في روسيا أعلن رئيسها فلاديمير بوتن إدخال نظام العزل الذاتي إلى أغلب مناطق بلاده كإجراء احترازي جديد علّه يساهم في منع تفشي الفيروس هناك وفي ظل كل تلك الإجراءات فلا عجب انتخطت خسائر شركات طيران العالمية حاجز الثلاثمائة مليار دولار وهو ما توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا الذي توقع انخفاضا يصل إلى خمسة وخمسين بالمئة من إرادات خدمات الركاب مقارنة بإرادات العام السابق بناء على حركة النقل الجوي ولأن المصائب لا تأتي فرادة فقد حذر صندوق النقد الدولي من خسارة الاقتصاد العالمي 9 تريليونات دولار بسبب كورونا خلال عامين الصندوق لفت أيضا إلى أن الاقتصاد العالمي سينكمش بنسبة ثلاثة بالمئة رجاء إلزموا منازلكم وكونوا دائما بخير وتابعونا أيضا عبر منصاتنا العالمية المختلفة اشتركوا في القناة